الناس اللي تواصلت معايا عبر الهاتف وعبر الرسائل الصوتية وعبر الواتس آب والمسينجر وكل وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الاس امز للاطمئنان على صحتي الحمد لله كانت اوقات صعبة الحمد لله رب العالمين والحمد لله ربنا نجانا ولطف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كرم ربنا علينا كبير والله العظيم وحشني جدا كلكم وحشني جدا وبشكركم شكرا جزيلا انكم سعدتوني في ازمتي وسعدت له استاذ ابو المعاطي ذاكي في ازمته وما زلنا ندعم ونساند الاستاذ ابو المعاطي ذاكي في ازمته الصحية ربنا الحمد لله رب العالمين من عليها وانتهت ازمة قناته وعادت منذ ساعات قناة نجم الجماهير اللي عليها ما يقرب من ستمية او يزيد الف راجل وسيدة فاضلة وشاب وفتاة من ابناء مصر الافاضل الذين يدعمونني انا وابو المعاطي ذاكي دائما اشكركم شكرا جزيلا اشكركم شكرا جزيلا وباسمي وباسم الاستاذ ابو المعاطي ذاكي باشكر حضراتكم شكرا جزيلا وربنا سبحانه وتعالى يكرمكم ويبعد عنكم شر كل شر وشر كل حاسد وشر المرض ما ظهر منه وما بقى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني من فضل ربنا علينا الحمد لله انا خطعت العزل لمدة 48 ساعة لحين ظهور المسحة ومنذ ما يقرب من ساعتين اخطرني المعمل ان المسحة سلبية الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الاستاذ ابو المعاطي ذاكي مسحته ايجابية ويخضع للعزل والحمد لله صحته كويسة وربنا قرموا بعودة القناة النهاردة ودي رفعت من معنوياته جدا وربنا قرموا وقرمنا انه هو الافضل في استفتاء وشوشة لافضل برنامج على اولاين وده رفع من معنوياته جدا جدا فبنهني على عودة القناة وبنهني على انه الافضل في 2020 افضل برنامج اولاين وزي من انتو عارفين انا وبالمعاطي واحد واتفقنا سويا ان برنامج برنامج وبرنامج برنامجي وتعهدنا ان نستمر سويا الى ان نلقى الله عز وجل وربنا ما يفرأنا من بعض ان شاء الله باذن الله تعالى بشكر كل الناس اللي معايا على صفحة الاعلام عبد الناصر زدان وبشكر كل الناس اللي معايا على قناة عبد الناصر زدان على اليوتيوب ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم ويجزيكم خير وفي انتظار مزيد من الدعم ومزيد من المساندة لان عندنا بكرة حدث مهم جدا 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 وهو تاني استوديو تحليلي نعمله ربنا يوفقنا فيه ان شاء الله الساعة الرابعة عصرا ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة تأتوج ومصر وبعدهم مباراة مصر والبرازيل المنتخب الأولمبي في حال اقيمت هذه المباراة ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونقدم حاجة محترمة وحاجة تليق بحضرتكم ان شاء الله غدا الساعة الرابعة ان شاء الله باذن الله سيكون بصحبتي الجنرال الجنرال الكرة المصرية الكابتن احمد سليمان مدرب منتخبنا القومي لحراس المرمى في عصر الزهبي 2006 و2008 و2010 وصديق العزيز النجم الكبير الكابتن حمادة صدقي نجم مصر والنادي الاهلي والمدرب العام لمنتخبنا القومي في ذات العصر الزهبي 2006 و2008 و2010 والكابتن الكبير وصديق المحترم الكابتن ضياء السيد ان شاء الله باذن الله مدرب عام منتخبنا القومي السابق طبعا كلهم لهم باع كبير جدا مع المنتخبات ومع الاندية وفي مجال الادارة الفنية ومجال الادارة اشرب بثلاسة من العظماء يعني الحمد لله رب العالمين تفضلوا علينا وعيكونوا موجودين معانا النجم الكبير الكابتن احمد سليمان والنجم الكبير الكابتن حمادة صدقي والنجم الكبير الكابتن ضياء السيد سنبدأ معكم ان شاء الله عز وجل من الساعة الرابعة عصرا لمباراة مصر وتوجو ثم بعد ذلك نستأنف حتى مباراة مصر والبرازيل المنتخب الأولمبي ونكمل السهرة معكم تحليل المبارتين وآخر الأخبار أخبار الأهلي وأخبار الزمالك والأخبار كلها وإحنا عاملين تقوير جديد في الستوديو بكرة أتمنى أنكم تتابعونا وعنفتح تليفونات لأول مرة الستوديو عايقون في تليفونات وعنفتح لكم تليفونات وعنسمع أراءكم وعنتكلم في مباراة الأهلي والزمالك وتوقعاتكم ورأيكم في مباراة توجو مصر إن شاء الله اللي هتتلعب الساعة ستة بتوقيت القاهرة وكمان رأيكم في مباراة مصر الأولمبي والبرازيل الأولمبي في حالة أقيمة المباراة هنبدأ الستوديو الساعة الرابعة بإذن الله تعالى ومباراة توجو ومصر الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ومباراة المنتخب الأولمبي التوجولي المنتخب الأولمبي أصد المصري والمنتخب الأولمبي البرازيلي هتكون إن شاء الله الساعة التاسعة مستمرين معاكم من الساعة أربعة وحتى الساعة الثانية صباحا ان شاء الله عز وجل نعمل حلقة ممتازة ربنا يكرمكم ان شاء الله بإذن الله ويكرمنا ومزيد من الدعم ومن تظنين مزيد من المساندة شيروا وعايزين نسبة ان احنا يعني بكم لن يعني ننكسر ابدا وتجربتنا الجديدة ان شاء الله تنجح وتحقق نجاح كبير جدا بفضل الله وفضلكم التفاعل كان هايل الستوديو اللي فات اتمنى انه يزيد واتمنى ان اتساعدونا في مزيد من الشير ومزيد من اللايقات ومزيد من المعرفة للناس عشان الناس تتلمى علينا من كل مكان وان شاء الله بإذن الله تجربتنا التانية تكون افضل واشمل واعم واذا كان في اخضاء في التجربة الاولى لن تجدوها في الثانية وان كان هناك اخضاء في الثانية لن تجدوها مستقبلا ان شاء الله ما تنسوش ان احنا بكرة نفتح تليفونات لكل الناس في كل انحاء العالم ان شاء الله عز وجل والامور عتب على ما يرام تحية للاخت مي الاهلوية وطارق شهين وكل اصدقائنا وزم الكوي وافتخر الاكاونت المحترم وكراس مخلص وكل الناس احمد وكل الناس اللي معانا وكمان من على الفيسبوك فريدة حازم وكل الاخوة اللي على الفيسبوك من نجاح لنجاح بيكم ان شاء الله والاستاذ حاتم موسى اشكرك شكرا جزيلا والاستاذ محمد اشكرك شكرا جزيلا كل الناس اللي معانا ان شاء الله بإذن الله محتاجين مساعدتكم اكتر من كده ومحتاجين نشير اكتر من كده ومحتاجين لايكات اكبر اكتر من كده أرجوكم ساعدونا في نجاح التجربة لأن نجاح التجربة هي نجاح لناس تعبت وشئت وأنا الأوان أنها تاخد دورها في إعلام محترم وإعلام هادف ونجحنا بيكم وهزمنا الباطل معاكم ولولاكم ما تحقق أي نجاح وبيكم إن شاء الله نكمل التجربة بفكرنا الجديد وبموضوعاتنا الجديدة بإذن الله عز وجل بشكركم شكرا جزيلا على كل اللي انتو بتعملوه وإن شاء الله لستوديو التحليل بتاعنا هيكون الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة إن شاء الله بإذن الله بعد ساعات السلساء الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومستمر معكم حتى الساعة الثانية من صباح الأربعاء ومعانا مباراة كوذو ومصر ومباراة مصر الأولمبي والبرازيل الأولمبي